نفى المركز الأعلامي لمجلس الوزراء وجود مخططات لإخلاء دير سانت كاترين تزامنا مع تطوير المنطقة وأشار المركز الأعلامي لمجلس الوزراء إلى أن هناك تعاونا مستمر ومشتركا مع الدير ما يعكس دعم الجهود المبدولة لحماية التراث الديني والثقافي للدير باعتباره رمزا دينيا وتاريخيا مهمة موضحا أنه يتم حاليا تطوير منطقة سانت كاترين بأكملها سعيا لتقديم هذه البقعة المقدسة في أبهى صورة لها تقديرا لقيمتها الروحية وأجعلها مزارا سياحيا عالميا